اشتركوا في القناة بالطبع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إلي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وقال إلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقال أيضا إلتمسوها في وتر الأواخر من رمضان وفي رواية ضعيفة ليلة السابع والعشرين اعتاد الناس أن ليلة السابع والعشرين يتجمعوا للدعاء والصلاة وغير ذلك ولكن عايز أرجع وأقول لحضرتك أن الله سبحانه وتعالى يطلع على القلوب قبل أن يطلع على الزمن وعلى المكان لأن الإنسان في أي وقت وفي أي زمن وفي أي مكان عندما يقف بقلبه وشعوره أمام أبواب الرحمن جل جلاله ويقول يا رب يقول الله تعالى علم عبد أن له ربا يغفر الذنوب فغفرت له ولكن هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة أبواب الرضا مفتوحة والثواب مضاعف والله سبحانه وتعالى يجعل العمل اليسير الذي يصنعه الإنسان كأنه صنع الخير طيلة الدهر ولذلك قال ليلة القدر خير من ألف شهر مش ثلاثة وثمانين سنة زي الناس ما بتقول لا ده اسم التفضيل خير مع ألف شهر مصطلح ألف شهر العرب ما كانتش تعرف أكثر من الألف ليقولوا مليون ألف ألف فمعني أن الحسابات بتاعتكم ما تقدرش مش ثلاثة وثمانين سنة واربع شهور لا لا الكلام ده مش صح يعني ربنا عايز يقول إيه يعني أنتوا حساباتكم ما تقدرش تحسب الثواب ولا العطايا ولا الهبات الربانية اتطمنوا أن عطاء الله ليس له حدود ثواب الله ليس له حدود مغفرة الله تعالى ليس لها حدود ما عليكم إلا أن تجتهدوا اجتهاد يسير لكن في أي مجال الاجتهاد لأن كتير من الناس بلخصوا قيام ليلة القدر يجز يصلي ويقرأ قرآن ويذكر الله نعم وكويس ده شيء عظيم بس عايز ألفت نظر حضرتك لحاجة أن مفهوم القيام ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ذكره في القرآن قال إيه قم الليلة إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه وردت للقرآن ترتيل وقاله أقم الصلاة لدلوك الشمس ده فيه قيام وفيه قيام بالصلاة إيه ده إذن القيام في أساسه أن تقوم في فعل الخير سواء كان في صلاة أو في إنسانيات ومعاملة وعايز أقول لحضرتك إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبق لتنين نقرأ يقول لك كان أجود من الريح المرسلة في رمضان قال لا يعني هم مش كل الوقت كان بيصلي لا ده كان أجود ده كان يطوف على الفقراء والمساكين ليلة القدر ويديهم ويفرج الكرب وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل يدارسه القرآن إذا كان فيه جانب مدارسة يطلو القرآن على نفسه عشان يطلوه على الناس عشان يتأثروا وكان صلى الله عليه وسلم يشد مؤذرة ويوقذ أهله قال لا ده كان بيشارك أهله في فعل الخيرات ده كان يقود الناس في فعل الخيرات إذن فالقيام ليلة القدر لا يقص الصلاة وحدها إنما أساس القيام هو القيام في الإنسانيات لأن إحنا فيه فارق كبير في القرآن ما بين الصالح والمصلح حتصلي حضرتك حتبقى صالح لكن الله يريدك مصلحا لكن حتصلي وتروح تتصل باللي أنت ظلمته وأختك اللي أكلت مرسها قلت لها الليلة ليلة القدر وأنا إن شاء الله بعد العيد مباشرة حوضيك حقك أنت كده مصلح الله تعالى يقبل من المصلحين أكثر من يقبل من الصالحين وعلى هذا الأساس لا بد أن نحن نوسع دارة القيام ليلة القدر بحيث أن تشمل الإنسانيات وأن تشمل رد الحقوق إلى أصحابها وأن تشمل تفريج الكروب وأن تشمل النفق في سبيل الله وأن تشمل صرة الرحم وأن تشمل التسامح يعني ليلة كهذه لماذا كل واحد فينا لا يتصدق بعرضه على الناس يقول يا رب أنا تصدقت بعرضي على كل من ظلمني وكل من أذاني وكل من قال فيي كلمة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من تصدق بعرضه الباريحة واحد سمع سيدنا النبي بيحث على الصدقة ما لا أشفي فلوس في جيبه فقال يا رب أنا لا أجد مالا أنا أتصدق بس حاجة تانية أتصدق بعرضي على كل من أذاني فقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعرضه البارحة قال أنا يا رسول الله قال فإن الله قد قبل صدقتك لماذا لنا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتسامح هو جزء من القيام إيه العلامة علامات أن هذه هي ليلة القطر فيه علامات العلامات الراسخة الأساسية ألبك 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 أيوة مش الناس تبشي السماء أخبرها أصل الطاقة موجودة في السماء أصل اللون الجو كل دي أحاديث موجودة وروايات ضعيفة ماشي إنما العبرة الأولى والأخيرة مدى شعورك بالقرب إذا شعرت بالقرب فأنت إذن مقرب وربما تكون هذه ليلة القدر تشعر بالخشوع تشعر بالتجلي تشعر بأن الله تعالى يسمعك تشعر بأنك وقفت على باب الرحمن جل جلاله وقلت يا رب خرجت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا رب أغنني بتدبيرك عن تدبيري يا رب أكرمني وارحمني واغخر لي فالله تعالى ينظر إليك نظرة يحل بها كل مشاكلك يغفر لك بها الذنب ويفرج لك بها الكرب ويحييك بعدما كان قلبك ميتا ويهيئك إلى أمر رشد في حياتك بعد ما كنت ماشي شمال هتمشي يمين بعد ما كنت كنت بتفكر غلط هتفكر صح بعد ما كنت أنت هتعمل صفقة مشبوهة لا هترجع مرة تانية إلى الصواب وإلى صراط الله المستقيم إيه دي العلامة الأساسية التي لابد أن نشعر بها ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى أشعر إلى ذلك في سورة القدر قال تنزل الملائكة ونروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام إذن العلامة هي السلام سلام هي حتى مطلع الفجر وكيف إن إحنا نلتمس السلام هو السلام دي إحنا بنلتمس بعينينا ولا بلمسنا ولا بتزوقنا دي إحنا بنلتمس هذا السلام بالحس السادسة اللي البصيرة إذن فنرجع مرة أخرى إذا التمست السلام في هذه الليلة فإنك قد أدركت منحة عظيمة هذه المنحة اعلم أنك بها مقبول بإذن الله بإذن الله إن أنزلناه في ليلة القدر هذه الآية القرآن الكريم في هذه الليلة الليلة من عشر الأواخر في رمضان نعم الضمير هنا يعود على القرآن والقرآن أشار إليه أشار الله سبحانه وتعالى في آية وفي سورة في آية إن أنزلناه في ليلة مباركة وقال يفرق فيها كل أمر حكيم أمر من عندنا والسورة كما أشرت إن أنزلناه في ليلة القدر فالقرآن قد تنزل في هذه الليلة المباركة والمقصود بتنزل القرآن في هذه الليلة المباركة إما أنه نزل مرة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل به جبريل كما قال بعض العلماء على قلب رسول الله خلال 23 سنة والمقصود بها إنه الآية الأولى إقرأ نزلت ليلة القدر يعني سيدنا النبي هو في الغار ليلة القدر نزلت عليه إقرأ فهرع بطبيعته البشرية ما هو سيدنا النبي في جانب بشري وجانب نبوه قل إنما أنا بشر مثلكم طب البشر يعني إيه يأكل ويشرب ويتألم ويخاف لما يحصل فيه خوف فطري موجود يخاف قد البشر مثلكم يوحى إلي وفي ناس كتير يا أستاذ أحمد ما يفرقوش ما بين بشر ويوحى إلي فأحيانا أعمال الرسول البشرية يخط على أنها وحية لا ده هناك أعمال الرسول الليل البشرية زي خوفه خوفه إن فيه قالك نزل عليه الأول مرة وأمر غريب فتزمل والمقصود بالتزمل أنه غطى نفسه خوفا فأنزل الله تعالى سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن الترطيلة انت عارف قم الليلة إلا قليلا يدينا الدرس عظيم جدا في الليلة القدر هو إيه إذا خفت اشتغل إذا خفت ما تتغطاش وتنام إذا خفت قم اشتغل آه إذا خفت قم بس أنت عشان تهدي روعك وانت خايف صلي واسجد واقترب لكن قم والآية والسورة اللي بعدها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر عندك مشكلة وجهها عندك أزمة اشتغل أكتر عندك مصيبة التمس من الله تعالى والجأ إلى الله التمس من الله العون وانت واجه هذه المشكلة فرب العزة بيقول الليلة اللي نزلت فيها ليلة القدر وما أدراك انت متعرفاش ما ليلة القدر هي خير من ألف شهر ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يتنزل بعلمه وسمعه ورعايته على العالمين ولأن الملائكة كلها ومعهم سيدنا جبريل عليه السلام الذي لا ينزل إلا على الأنبياء والرسل ينزل في هذه الليلة المباركة علشان يمنح السلام والأمن لكل قلب يريد التسامح ويريد الأمن ويريد الجلال الله تعالى ورضاه قبل المطلع فاصل عشان نرجع للدعاء بعد الفاصل زكاة الفطر الأئمة الأربعة هل اتفق على موعتها؟ أو بدايته إمتى؟ أخره إمتى؟ ولا فيه اختلافات بينهم؟ زكاة الفطر متفق على أنه من بداية رمضان لحد صلاة العيد ومقصودها أنه محدش يكون جعانه محتاج ليلة العيد أو في رمضان وإحنا هنا في مصر نوغدين برأي الأحناف علشان مصلحة الفقير الأموال ما انطلعش حبوب زي زمان لأنه فقير زمان عند العرب كان فقير الأكل والشر إحنا فقيرنا النهاردة فقير المال وبالتالي من الأنسب أن احنا نطلع فلوس أدونا دار الإفتاء حديدتها على الأقل 15 جنيه بنطلعها على كل فرد كل واحد بيطلع عن أسرته أو على اللي بينفق عليه أنت بتنفق على أمراتك وعلى أولادك وعلى كل اللي في بيتك بتطلع زكاة الفطر قبل صلاة العيد حتى الفقير بيطلعها إن وجد فضلاً عن حاجته بيطلع زكاة الفطر وهي فريضة وواجبة على كل مستم واجبة على كل مستم عشان ربنا السبع مليار المليار ونص لو كل واحد دور مين اللي أفقر مني ده إحنا لو حبينا نعمل قوة نعمة وحبينا نعمل خير مش هنعمل كده كل واحد فينا بدور مين أختي عمتي خالتي أريبة ويطلع لهم هدية أو زكاة الفطر في صورة هدية وكرامة عشان الإنسان يعيش بكرامته فريضة من الله على كل إنسان مسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين والأفضل مش النص التاني في رمضان من أول يوم لحد آخر يوم وليس النص التاني اللي ما طلعش لحد دلوقتي طلح لحد قبل صلاة العيد طلحتها قبل صلاة العيد صدقتون مقبولة بعد صلاة العيد يا صدقتون من الصدقات فالحق دلوقتي طلح وبعدين التمس بقى ريبك واللي حواليك وما تحركمش وما ترش خد الزكاة لا انت تطلع زكاة الفطر في صورة هدية في صورة هدية في صورة أي شيء جميل كده عشان تحفظ على الناس كرامتهم النية هي النية عندك خلاص اه النية بس مش لازم تقوله لازم تحدد من دي الزكاة الفطر النية بينك عشان ما تجرحوش المولى صاحب كل تلك لاني برضو ربنا سبحانه وتعالى قال خلي بالك ان الفقير عنده كرامة زي الغني صح واني كرامة البناء أدمين كلهم واحدة محدش ليه حق انه ينقصها أبدا حتى وإن كان يتصبق عليه فاصل أخير وأعود وضيفي الكريم الشيخ أحمد ترك للدعاء في هذه الليلة يا رب ليلة القطر قبل ما نروح لي الدعاء وفضيلة الشيخ أحمد ترك محافظة القاهرة اللي هو أخالد عبد العال حاليا في جولة داخل وفي كافة مناطق القاهرة عامل جولة المناطق الشعبية تحديدا والأماكن اللي فيها زحمة اللي فيها محلات اللي فيها عشان مسألة الالتزام هل هذه المحلات ملتزمة ولا أحد المطاعم اللي حاكوا عارفينها محافظة القاهرة أفلوا من شوية المطعم اللي قدامكو ده أغلاقوا محافظة القاهرة لأنه لم يلتزم بالموعيد المحددة للإغلاق أو تقديم والأكل الناس أو بفرش فيها الشارع خد قرار محافظة القاهرة بإغلاق هذا المحل اللي قدام حضراتكو أحد المحل الشهيرة ومحلات تانية المحافظة وعامل جولة جولة متوالة من عقب الإفطار مباشرة وأعتقد مستمرة حتى هذه اللحظة هذا يمكن قبل دقائق قليلة هذا الفيديو اللي احنا بنعرضه المحافظ كمان اللي هو خالد عبد العال قال للرؤساء الأحياء بالضبط اللي مش قادر يشتغل يوعد في البيت قال كده كلام ده مهم إنه رئيس الحي أو المسؤول اللي مش قادر قال لهم يا جماعة لو سمحته وهو في الشرع من شوية اللي مش قادر يشتغل معانا لو سمحته أنا بقول له خليك في بيتك احنا عايزين الناس اللي على قدر المسؤولية واللي بتشتغل المسؤولية خلي بقول لحضراتكم النهاردة بقت كده اشتغل حضراتك انزل الشارع تابع اعمل بحي اللي هو خالد عبد العال محافظة القاهرة أيضا رسالة قوية جدا وشديدة لكل رؤساء الأحياء في محافظة القاهرة اللي مش قادر يشتغل أو مش قادر يشتغل يقعد في البيت لو سمحته ونجيب ناس آخرين يقدروا وتوليوا المسؤولية لأنه عايزين ضبط وربط وقرارات اللي بطلح على الدولة والحكومة واجب على الجميع الالتزام بيها بلد زي مقول لحاكم ما فيش حد كبير ما حدش كبير على القانون الدولة بتطلع قرار الجميع التزم بهذا قرار مسألة الإغلاق تمت وكمان بيكون فيه غرامة يعني فيه إجراءات الدولة فرضاها وبالتالي اللي عملها الرئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي وتستمر لمدة أسبوعين أيضا من شوية مدينة نصر كمان محي مدينة نصر أغلق عدد من الكافيهات اللي مشغالة يعني شيشة ولم عدد كبير شال عدد كبير من الشيشة اللي كانت داخل هذه المحلات وخدوا قرارات بيغلقها أيضا مرة تانية بنحيي كل الإجراءات اللي بتتم لدولة القانون فضيلة الشيخ أحمد ترك لعلها ليلة القطر اللهم أمين أمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إن ندعوك الله ندعوك الرحمن ندعوك البر الرحيم ندعوك بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ندعوك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعناك به أجبتنا وإذا سألناك به أعطيتنا ألا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا هما لأحد إلا فرجته ولا دينا على أحد إلا قضيته ولا مريضا منا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مقروبا إلا فرجت عنه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم أنزل علينا الدواء والشفاء اللهم اشف مرضى العالمين أجمعين اللهم اشف مرضى العالمين أجمعين اللهم اشفي مرض العالمين أجمعين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء واستقرارا وسائر البلاد يا رب العالمين اللهم اجعل لمصر من كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية ارحم شهداءنا وانزل السكينة علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا سخطك أو أن ينزل بنا غضبك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أمتك ما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النهار اللهم منظرنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نظرة ترحمنا بها رحمة شاملة وتفرج بها كربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام بعد رمضان بأفضل مما كنا قبل رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من له فضل علينا واعتق رقاب كل البشر من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا أحسنت تحياتي وتقديري شرفتنا ولسانا أنتم طيبين